اشتركوا في القناة على سائر الشعوب الأخرى في نشر المعارف وابتكار العلوم ووضع لبيناتها الأولى جاء ذلك لدى تفضل معاليه مسأمس برعاية حفل تكريم الفائزين بجائزة يوسف بن أحمد كانو في دورتها التاسعة بحضور عدد من كبار المسؤولين والمدعوين وقلم عليه تلقى المبادرات العلمية ومن بينها جائزة يوسف بن أحمد كانو كل الدعم والاهتمام في مملكة البحرين التي ترعى العلوم والأداب والفنون وتشجع على البحث العلمي وذلك كله متأت من حرص القيادة الحكيمة على رعاية العلم وأهله وحيى ما عليها الدور الذي تطلع به العائلات التجارية في مملكة البحرين والتي تجسد بمبادراتها الإنسانية والخيرية ليس على الصعيد المحلي وحسب بل على الصعيد العربي كذلك مفهوم الإيثار والتكامل المجتمعي والتكامل بين القطاعين العام والخاص وأضاف ما عليها أن الجائزة تعكس القيم الحميدة التي نشأت عليها هذه العائلة العريقة بإسهاماتها المشهودة والمستمدة من قيم الأصالة والخير والبذل والعطاء التي تمثل سجايا أهل البحرين الكرام وعرب مع لي عن شكره وتقديره لأفراد عائلة كانو متمنيا في الوقت نفسه لرئيسي وأعضاء مجلس أمنا الجائزة دوام التوفيق والنجاح كما وجه مع لي صادق التهاني وتمريكات للفائزين بهذه الجائزة دعيا إياهم لبذل المزيد من الجهود العلمية والبحثية التي من شأنها أن تحقق الخير والتقدم لوطننا العربي الكبير وخلال الحفل ألقى السيد خالد بن محمد كانو رئيس مجلس أمنا جائزة يوسف بن أحمد كانو كلمة أكد فيها أن عائلة كانو تؤمن بأهمية العلم وتكريم العلماء ومن هذا المنطلق تم تأسيس الجائزة مشيرا إلى أن الرؤية الجديدة للجائزة تدفع باتجاه دعم وتجيع الطاقات الشبابية وزيادة الثقة والمبادرة تلى ذلك كلمة ألقاها ضيف شرف الحفل سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء وقال إن الجائزة تعد واحدة من الإضافات الرائدة ضمن مسيرة الفكر والثقافة والإبداع العربي بكافة جوانبه بفضل الرعاية والاهتمام التي تحظى به من قبل عائلة كانو مؤكدا أن الاحتفال بمرور عشرين عاما على تأسيسها يبرهن على ما تشكله من إضافة نوعية في مجال الجوائز العربية والمسابقات العلمية والثقافية جائزة يوسف بن أحمد كانو هي منحة بثوب معروف حسن تستمد ألقها من إرهاف وعي وتحضر مجتمعيا تفتحت زهوره بنفحاتها العطرة بيد من سقوها بماء التكافل والإحساس بالمسؤولية تجاه دعم ما يحتويه محيطهم القريب وحتى البعيد من طرقات فكرية محلية كانت أو عربية فاض مخزونها بالإبداع ليظهر بريقها متجليا في سماء المعرفة وحسن الإلمام بالعلوم والدراسات الإسلامية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية متسلحة بأدوات الابتكار والتقنية وريادة الأعمال شنو اللي نبيحين حق الشباب عند تبي الرواد يحصلون يسوون بروجيكت سمع بروجيكت الآخر الفن التشكيلي حتى يكون شيء حلو نحن دائما فيه دابح وقتل ما أدري شنو أمريكي ما أدري فهل نحن نبي صوار حلوة شاي جميل تقدر تحطه في بيتك تستانس فيه وفيه اهتمام فحرين ستة ملايين دولار هي قيمة الوقف لحساب الجائزة الذي يخصص من ريعه سنويا جوائز تكريمية توجه لعديد تلك المشروعات الفائزة التي ساقها إلى حيز الوجود حافز الأعمال الفردية والجماعية المتميزة التي ساهمت في إحداث إضافات نوعية على بيئات المال والاقتصاد والأعمال ومجالات العلوم والآداب المختلفة تصفحت موقع الجائزة ورأيت أن هذه الجائزة فتحت هذا البحث تحديدا شجعتني واجتهت خلال ثلاثة أشهر تحديدا لإنجاز هذا العمل لتقديم قيمة مضافة يمكن أن تستفيد منها دول مجلس التعاون الخليجي وتكون تجربة تنموية رائدة على غرار ماليزيا إندونيسيا والمكسيك والشيلي قدمت هذا العمل بصفتي شاب عربي مخلص ندور على الدعم هذا من زمان والحمد لله عندما يجينا دعم رسمي بالطريقة هذه هذا تعطينا الدعم النفسي والمعنوي أن نكمل في المجال مبادرة جدا جميلة لتشجيع الطلبة الباحثين خصوصا في مجال الدراسات العليا الترشيح الجائزة كان من قبل الجامعة من دكتوري الله يرحمه رحمته واسع عليه دكتور أحمد النوبي أحب أذكره بهالمجال وهو الشيء وهو كان لدور كبير في المساهمة وفي تشجيعي أن أكون باحثة مميزة لأن أنا أساسا كنت متفوقة في دراستي وحاصلة على أربع نقاط في الماجستير وهو اللي يساعدني أن أنا أكون يعني متميزة كذلك في رسالتي اللي هي عبارة عن كانت مجال يديد عن تعلم النقال باستخدام النظرية الترابطية آليات جديدة تم رسم إطارها لاختيار وتحديد هوية الفائزين بالجائزة تم المجلس باختيار أول شيء مجالات في كل دورة الدورة السابقة عن ثلاث مجالات السنة المرة الخمسة هالمار بنطرح مجالات أخرى على ضوء طرح لاختار مواضيع والمواضيع تطرح التسابق بمواضيع محدودة أو بطرح عام ومن ثم تشكل لجانا تحكيمية وعطاه مدد يعني كل فترة بظل كل مسابقة لها عمر خاص لتقديم أعمال ومشاركاته ومن ثم تشكل جانا تحكيمية ومن ثم يتم فرزها الأمور هذه وربح توصيات لتأمينها واعتمادها من مجلس المناء حس مجتمعي عال بانت معانيه على أرض الواقع من بوابة النسخة التاسعة لجائزة يوسف بن أحمد كانو الداعمة لصور الإبداع كافة منح مثل هذه الجائزة يمنحك الشعور بالفخر ليستوطن كيانك لتكمل مسيرتك بنهج الواثق بخطة مستهما نحو تسجيل إنجاز آخر يكسبك رؤية تفاؤلية لجدوى عظيم فعلك لتلفزيان البحرين محمد رشادت